اشتركوا في القناة في المملكة وفي مقدمة هذه التطلعات توفير السكن الملائم وتعزيز كفاءة الخدمات الإسكانية المقدمة لأبناء الوطن وتنفيذا لتوجهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفيده الله بسياغة حلول مبتكرة للإسكان بالشاركة مع القطاع الخاص لتسريع وطيرة الإنجاز فقد أعلن مجلس الوزراء إطلاق برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة وذلك بإضافة برنامج تسهيل الذي وفر ثلاثة خيارات تمويلية جديدة وهي تسهيل عقاري وتسهيل البيت العود وتسهيل تعاون بالإضافة إلى تدشين برنامج مزايا الفئة المستحدثة إلى جانب برنامج مزايا الحالي وسيتضمن برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة رفع الحد الأدنى والحد الأقصى للتمويلات ورفع أسقف التمويلات الإسكانية والذي سيكون عبارة عن دعم حكومي مباشر من الحكومة إلى المواطن وبعد الإطلاع على المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من اللجنة التنسيقية فقد كلف المجلس سعادة وزيرة الإسكان وتخطيط العمراني بالإعلان عن تفاصيل برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة للمواطنين ثم طلع صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفيده الله على ما تم بشأن تنفيذه أو بأمر سموه بحصر الأضرار الناتجة عن تجمع مياه الأمطار في منطقة اللوزي وتعويض المتضررين فيها ومتابعة ما تم بشأن وضع الحلول المستدامة للبنى التحتية حيث أعرب عن شكره للوزرات والجهات المعنية ذات العلاقة على جهودها في هذا الجانب ثم وجه صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفيده الله الوزراء والجهات المعنية بمتابعة احتياجات المناطق خلال موسم عاشوراء وتيسير كافة المتطلبات التي تكفل إنجاح الموسم منوها في هذا الصدد بلقاء معالي وزير الداخلية مع هيئة المواكب الحسينية ورؤساء المآتم والحسينيات بمملكة البحرين ومعكسه من وعي ومسؤولية وطنية لدى الجميع بعد ذلك قرر المجلس ما يلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن تطبيق النظام الثابت لفاتورة الكهرباء والماء بدءا من شهر أغسطس الحالي والذي يتيح للمشتركين الراغبين اختياريا الحصول على مرونة أكبر من خلال فاتورة ثابتة طوال العام بناء على متوسط الاستهلاك لآخر 12 شهرا مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن خطة تطوير كلية البحرين لتقنية المعلومات بولي تكنيك البحرين ونقل تبعية معهد البحرين للتدريب إلى بولي تكنيك البحرين بهدف تعزيز الانخراط في التعليم المهني بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قرار بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على ثلاثة اقتراحات برغبة ومشروعين بقانونين مقدمين من مجلس النواب ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب السعادة الوزراء بشأن المشاركات الخارجية للوزراء وزيارات الوفود الأجنبية إلى مملكة البحرين خلال شهر أغسطس وزيارة سعادة وزير الصناعة والتجارة للمملكة المتحدة واجتماع شراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية شاملة موسيقى موسيقى